هذا وجهوا لتهمة القتل القصد بقصد ارتكاب جريمة اخرى مرحبا ما شافوهم هم بسرقوا شافوهم هم بتقاسموا هذا الموضوع هو عنوان حلقتنا اليوم القصة تتعلق كانت في مواطن عراقي اللي هو الضحية ومع ابنه ابنه اشبيب والتنين كانوا بالسيارة راحوا ووقفوا عند مطعم منشان يشتروا وجبات يفطروا عليها بشهر رمضان عام 2014 وهذا كان بداية القصة طبعا الاشخاص اللي سرقوا واختلفوا لما تقاسموا شافوا المواطن العراقي لما نزل ابنه من السيارة اتطلعوا جوه السيارة لاقوا جنب الضحية فيه هناك محفظة شو كان داخل المحفظة هاي كان بداخلها مبلغ مالي حوالي سبع آلاف دولار امريكي طبعا هذا الحكي تبين لما كانوا يتقاسموا اللصوص بعض اتفقوا اللصوص مع بعض ان واحد يروح الهي الضحية يسألوا عن عنوان وهمي واثناء انشغال الضحية مع اللص الاول اللص الثاني من الشباك يمد ايده يخطف الحقيبة ويضلوا هارب فعلا يجي اللص الاول واسمه عادل راح عند الضحية وقال له بالله عنوان مجمع التجاري وين صار الزلم هداك يصفن ويسولف معاه وقصدك هون العمارة هاي اللي واجتها قزاز لا واجتها حجر المهم وهو منشغل معاه بالحكي اجا سليم اللي هو اللص الثاني وهو اللص محترف مد ايده منش تنافدت السيارة سرق المحفظة اللي كانت جنب الضحية وهرب طبعا هون الزلم بلش يصيح ونادى ابنه وصار يقول سرقوا للحقيبة سرقوا المصاري ركبوا بالسيارة هو ابنه وقعدوا طاردوا الثنين اللص وص طبعا الثنين اللص وكانت معهم كانت معهم سيارة بأمن دابليو ضلهم هاربين بعدها راحوا وقفوا جنب كازية وهناك لما وقفوا عند محطة الوقود صاروا بدون يتقاسموا المبلغ وهموا بتقاسموا المبلغ اللص الرئيسي اللي اسمه سليم استحوذ على المبلغ كلياته وما اعطاش اللص التاني اللي اسمه عادل سوى 300 دولار 400 دولار في هاي اللحظة وهم بيختلفوا استطاع صاحب المحفظة اللي هو المواطن العراقي انه يوصل لهم لما وصل لهم شو صار اجر كاد عليه ومسك اللي اسمه سليم وهو قاعد جوا السيارة تبعته من قميصه ولكمه بوكس على وجهه طبعا وقل له يا حرامي دنيا رمضان ايام فضيلة بتسرق المحفظة تبعتي هاي فيها 7000 دولار هات المحفظة وهات الدولارات اجي المهم اللص التاني اللي اسمه عادل مسك المحفظة وكان ما بيش ظاير فيها كنه شغل 200 دولار وزدتها لهذاك الزلمة بينما سليم شو سوى هون الاشي الخطير جدا في هاي القضية سليم استغل انه الزلمة كان ماد ايده جوه الشباك راح رفع قزاز وحشر ايده خلى جزء منها داخل السيارة وجسم الرجل اللي هو ضحية بر السيارة وانطلق بسرعة جنونية بالسيارة اللي هي البي ام وتعرفوا الشوارع كانت فاضية كونه كان وقت افطار وكان السرعة تتوصل حوالي 100 طبعا هاي في مناطق عمال الغربية ومشي فيها حوالي 300 متر واثناء ذلك كان جسم الضحية يضلوا يضرب بالارض ويضرب بالارصفة في الاثناء وقف وشلع ونزل الجزاز فالزلمة يوقع مسافة طويلة ارتفع بالهواء بعد بتم تنزيل الزجاج تبع الشباك السيارة ووقع على الارض لما وقع اغم عليه كان واصلوا مين ابنه طلبوا سيارة الاسعاف وكانوا مغدين رقم اللوحة تبعت النصوص جزء منها المهم اجا سيارة الاسعاف اخدت الضحية وودته للمستشفى قالوا يا عمي هاد الزلمة فارق الحياة وعنده كسور عميقة في الجمجبة المهم ابنه لما صار التحقيق زود الشرطة ببعض بجزء بسيط بالرقم اللوحة اللي كانت مع اللصوص طبعا هذا اللص اللي اسمه سليم بعادة لما بيجي بسرق بيجيب لوحة مزورة وبحطها على السيارة مش اللوحة داخدها على الفاغي لكن اللص الثاني يبدو انه ضميره تيقظ او انه لما اختلفوا التنين على الجسمة قرر انه يروح على البحث الجنائي ويبلغ عن شريكه الاساسي اللي حط اللي ارتكب الجريمة فسحب حاله وراه على ضابط البحث الجنائي وقال له انتوا قادين تتعاملوا مع قصة هيك 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 الشاب اللي ارتكب الجريمة اسمه سليم وقرحت انا وياه على اساس نسرق المحفظة وخلاص ولكن سليم هذاك تابعنا لما تابعنا اجا سليم استغل انه ايده جوه الشباك وسكر عليه بالجزاز وظلوا منطلق فيه وسحله قوية بخلولها هاي السحل لما سحله مات الرجل بعد تحديدا لما نزل الشباك وقذف جسمه بقوة الى الشارع وجراصه بين الحجار المهم قلقوا القبضة على سليم وكانوا ملقين القبضة على عادل بحكم انه سلم حاله وطبعا الاعترافات والكاميرات وكذا والاخري بينت كل القضية وثبتتها بالبينات وجهوا لهم تهمتين تهمة القتل بالاشتراك وتهمة السرقة المهم تهمة القتل بالاشتراك بالمحكمة برقوا عادل من التهمة وبذات الوقت ادنوا بتهمة السرقة بجنحة السرقة وحكموا بالحبس مدة سنة وثمان شهور اما القاتل اللي اسمه سليم فهذا وجهوا لتهمة القتل القصد بقصد ارتكاب بقصد ارتكاب جريمة اخرى اللي هي السرقة وحكموا بالاشغال الشاقة عشرين عام وبذات الوقت بحكمة التمييز ازدلت الستار على القضية بانها ايدت قرار محكمة الجنيات الكبرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة